شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية فعاليات تسليم وتسلم الدفعة الثانية من مشروع السقوق الأضاحي لعام 2024 لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من مستفيد معاش تكافل وكرم بالمحافظة وأكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتوفير كل الاحتياجات الأساسية من السلع والمواد الغذائية واللحوم للمواطنين من الفئات الأكثر احتياجا ليحيو حياة كريمة مؤكدا استمرار التعاون والتنصيق مع كافة الجهات المعنية لمد يد العون لهم وخاصة في المناسبة والأعياد